لا يزال الغموض مسيطراً على المشهد رحيل الممثل الأردني أشرف طلفاح داخل هذا العقار عثر عليه فاقداً للوعي بعد اختفائه وفشل أصدقائه في الوصول إليه ليتم بعدها نقله إلى هذا المستشفى القريب في محاولة لإنقاذ حياته حارس العقار ومسؤول المستشفى رفضوا الإدلاء بأي تصريحات النيابة العامة أصدرت بياناً أوضحت فيه أن الكاميرات كشفت عدم دخول أي غرباء للشقة وأنه تم الأثور على كامل المقتنيات التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الوفاة هو نزيف في الدماغ مع وجود تورم في اليد وآثار متفرقة في جسده إضافة إلى جروح وحروق وأن هناك اشتباها في تناول الراحل لمخدر الفيل الأزرق المكون من مادة الدي أن تي والذي يسبب الهلوسة وفي محاولة لإنقاذه تم نقله على الفور إلى مركز السموم في مستشفى القصر العيني حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله لمشرحة زنهم لاستكمال عمليات التشريح استمعت لأقوال شقيقه وأقوال الصديق المقرب له وجميعهم الثلاثة أثبتت عدم يعني أدت دلائل إلى عدم وجود شبهة جنائية في هذه الوقع أقوالهم اللي قالت كده يبقى الفصل في النيابة العامة وتحقيقاتها إذا كانت هناك شبهة جنائية في هذه الوقع من عدم السفارة الأردنية في القاهرة أكدت أنها لن تعلق على الحادث وأنها في انتظار استكمال التحقيقات متخصصون أكدوا أن مادة الـ D&T تصيب مستخدميها بحالة فورية من الهلوسة السمعية والبصرية ويصعب التحكم في ردة أفعال أصحابها بسبب حالة اللاوعي التي تسيطر عليهم أسباب الوفاة نزيف المخ أو التراب القلب أو أن أنت ترتطم بجسم أو تسبب من نفسك إصابة قد تؤدي إلى نفسك مشكلة لأن أنت مش في وعيك المطلق ويبقى الجميع في انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية التي من المفترض أن تكشف المزيد من التفاصيل حول الوفاة الغامضة للفنان الأردني الشاب أحمد عثمان الحدث القاهرة